مع إياد دهماني متواصلة البنك الفرنسي التونسي هو ديجا تأسس في آخر القرن 19 معانتها في 1879 كانوا وقتها مستثمرين فرنسيس هما لأسوه عام 1964 صدرتوا الدولة التونسية ولا ملك الدولة التونسية واحد من البنوك العمومية اللي هي مزالت موجودة قد الوضع هكاكا حتى لعام 82 عام 82 جات شركة أجنبية يترقسها شخص تونسي شريت معانتها 50% من الأسهم متاع البنك صوفكو معانتها في 82-83 كانت برشة مشاكل بين الشركة هذه اللي شريت أغلبية أسهم البنك والبنك المركزي كانت تفهم خلافات على احترام الإجراءات متاع تحويل العملة متاع الجستيون متاع البنك اللي أدات الخلافات هذه إلى أنه الدولة استرجعت هي الأغلبية متاع الأسهم ورئيس الشركة الأجنبية هذه اللي هو شخص تونسي ادخل للسجن وقتها عام 89 تحكم عليه بأربعة سنوات السجن في عهد بن علي وقتها في عهد بن علي بعدها هي في آخر 89 وصلت الشركة الأجنبية هذه ورئيسها التونسي إلى اتفاق الصلح مع الدولة التونسية على أساس رجعوا لك فلوس وانسكروا الملف صار الصلح هذا ولكن رئيس الشركة الأجنبية هذه اللي هو التونسي خرج من تونس وقال أنا الصلح هذاك مانيش معترف به وتخذي ضدي تحت الإكراع ومعنتها أنا متضر ومظلوم في الحكاية هذه وحل شانتي بتاع نزاعات قضائية في فرنسا في بريطانيا في التحكيم قعدت لومور ماشية تقاضي بين الدولة التونسية والشركة هذه ورئيسها حتى 2011 اللي هي وقتها مشيت لهيئة التحكيم في نزاعات الاستثمار اللي هي تابعة للبنك الدولي السير دي اللي هيئة التحكيم هذه قرارتها ملزمة وهي بشتنظر في النزاع بين المستثمر هدية والدولة التونسية من عام تسعة وثمانين من عام تسعة وثمانين ووصلنا لألفين وحداش دخلت فيفري ألفين وحداش على ما نذكر في مسار التحكيم هدية آخر مراحل التحكيم هدية ظهر لي في ثمنتاش تسعتاش معانتها التحكيم قدى إلى أنه الدولة التونسية هي اللي تتحمل المسؤولي وادخلنا بعدها في مسار تحديد مبلغ التعويضات تقولي الجدل اللي وين صار الجدل صار في زوز مراحل في الفترة اللي فاتت من ألفين وحداش حتى لصدور الحكم المرحلة الأولى هي أنه السيد هدية رئيس المؤسسة الأجنبية اللي هو في خصام مع الدولة التونسية تحصل على العفو التشريعي العام دونك هنا دي جافة مقضية منشورة تتعلق بموظفين في وزارة أملك الدولة ومستشار لدى الوزير اللي فما اتهامات إنهم معناتها ساعدوا شخص هدية باش ياخذ عفو تشريعي عام في حين إنه لا يستجيب الهداء وإنه عملوا معها اتفاق مبدئي للصلح اللي هو يمس من مصالح الدولة التونسية في النقطة هذه نقفوا عندها تقولي شنية الحكاية الناس اللي يحكيوا في الملاد في كل كراهوا لو فات إنه السيد اللي هو في نزاع مع الدولة التونسية خذاء عفو تشريعي عام دونك عزز موقفه في القضية الشي اللي خلى هيئة التحكيم تقولك ديجا انتوما كدولة تونسية مع ترفين اللي هو كان مظلوم دونك هذي عزز موقفه في النزاع وديجا صار برش جدل على أحقيته في الحصول على العفو التشريعي العام هذي وعلى معانتها الأسس متاع الاتفاق المبدئي للصلح اللي صار بينه وبين وزارة أملاك الدولة في 2012 هذا جانب بعد اتطورت الأمور بعد ما هيئة الحقيقة والكرمة في تقريرها النهائي كيف كيف أحكيت على الملف هذية وعطات الحق للسيد هذية اللي هو الشيكي بالدولة التونسية وكيف كيف الناس اللي يتابعوا في الملف يقولك راهو معانتها ليزي عنده عفو تشريعي عام ليزي عنده وزارة أملاك الدولة عاملت معها اتفاق مبدئي وإلا أولي للصلح لازم بعد جي هيئة الحقيقة والكرمة اتصنفوا كضحية دونك عززنا موقعه تماما في الملف الخصومة مع الدولة التونسية لهنا يمكن كان يكون ملف عادي وما يسمع به حتى حد لو لا المبالغ اللي هي المطالب انتعه وهو قد يش طالب تعويضات هنا الأرقام تختلف بين اللي يحكي على ألف مليار من المليمات متاعنا 1 مليار دينار ألف مليار من المليمات متاعنا فما شكون من وزراء أملاك الدولة السابقين يقول لا المطالب في 2020 كانت في حدود تقريبا 5000 مليار شيء 5000 من 1000 طلعنا فما شكون يحكي على مبلغ 3000 مليار ولكن مهما كان الرقم من الأرقام هذا في كل حالة الرقم أقل رقم نرجع لكل المقالات والتصريحات متاع الناس المعنيين بالملف فهو في حدود 1000 مليار يعني رقم كبير ومهور مقارنة بالوضع الحالي متاع المالية العمومية واللي لا قدر الله ونا هذا ما تمناش البلادي ما تقلش ميزانية الدولة معنا احنا الميزانية الدولة متاعنا 70 ألف مليار 5 ألف مليار من 70 ألف مليار رب مبارشة ميفري وفما يمكن اكتر مش اشتر الرزارات ميزانية هم ما توصلش للمبلغ هذا هنا السؤال احنا ما نش محكمة وما نش تفاصيل الملف وغيره ولكن معناتها اليوم خلي قبل ما نرجع للنقطة هذه خلي نجيوب على السؤال برشا نرسي نعطيه البانكة ولا نبيعه البانكة ونعطيه الفلوس البانكة فلسط يديار فما ملفات مفتوحة حول البانكة هذه كيفاش فلسط وتصرف فيها والقروض اللي اعطعتها وغيره ذك ملف اخر يديار كل مرة نحكيه على البنك الفرنسي تصير كونفوزيون عند الناس بين الملف الخصومة هذه بين الدولة والمؤسسة هذه ورئيسها وبين الملفات اللي هي خطر كيف معانتها المؤسسة هذه خرجت من البانكة واسترجعتها الدولة قعدت ملك الدولة التونسية وتم التصرف فيها من طرف الدولة التونسية وهنا معانتها برشا ملفات مفتوحة في الموضوع نرجع بشنخت مؤمين أخطأ بن علي سواء أخطأت وزارة أملك الدولة في معانتها حكاية العفو والتشريع العام ولا اتفاق الصلح وإلا أخطأت هيئة الحقيقة والكرامة في التصنيف وكم الضر ولكن في آخر المطاف شكون بشي خلص الدولة التونسية هي كيقولوا الدولة التونسية شكون أحنا لأنه دافعي الضراب هما في آخر المطاف هما اللي بشي خلص في نقطة طبعا نحنا بالضبط كان السيد مظلوم والدولة غلطت معا يقول لك القائل سمحني عدد الدولة حتى كتبدأ ظالمة ماذا بينا نقفوا معاها زادا لا هنا مثلا تقول لي أنت السيد اللوم وكيفاش مشيت وقدموا قدموا مثبتات تثبت أن السيد مظلوم ما دعم الملف في متاعه هي كتبدأ الدولة بالرسمي غالطة هي شنو نعم ومهنين فما نقتي فما يا إما الدولة غالطة وإذا الدولة غالطة كان من المفروض من 2011 البحث على صلح لي نروا تيه تابعه لي صار صار لا ياخد لي صار صار راحنا بش نحكيه على شنية الفرضيات الناس اللي تابعوا الملف يقولك إذا الدولة والقايمين على الدولة اللي هم ما يعرفوا الملف يعرفوا لي هي غالطة يقولك كان مشيت للصلحة قبل المبالغ تكون أقل ما كتعرف أنت ديما اللي بش يلقى صلح يقول عنده ريسك يقولك أنا نمشي في الصلحة ذاك ونقبل المبلغ اللي بش تقترحوا علي الدولة التونسية خير من أنه النجم نخسر القضية متاعي هذا جانب والجانب الثاني فما شكولي يقولك لا الدولة ما هيش غالطة ولكن اللي أضعف الموقف متاعها هي مسئلة العفو التشعير العام وتقرير هيئة الحقيقة والكرامة هذا موضوع متى جدل من النجم يبدف فيه بيسوير كان القضاء ولكن اليوم حبيت المبالغ اللي نحكيو عليها شنوها تقريبا هذي هو ملخص الملف بسرعة بيصور فما برشة محطة ترىو التحكيم الأول التحكيم الثاني طوشنا علاقتها ذا بملف سيهم بتسدري اللي فهمته معانتها البوست اللي هبطته سيهم بتسدري البارح أنه معانتها السؤيلة على أنه كيفاش التقرير اللي قدم لرئاسة الجمهورية وقتها كان الرئيس على ما نذكر ما فيهش الباب هذية اللي يتعلق بالبنك الفرنسي التونسي وأنه التقرير النهائي اللي خرج في الرئيس الرسمي فيه دونك السؤال هو علش فيه وعلش ما فيهش هي اعطات تبريراتها بعانتها للموضوع هذية منجموش بخذ الآن في تفاصيلها والموضوع الآن أمام القضاء ولكن هذيك علش الموضوع تطرح في علاقة برئيس تهيئة الحقيقة الاحكاية من عام تسعة وثمانين هكو بديت قبل المشاكل مع الدولة والبنك المركزي بديوا من أربعة وثمانين ووقتاش يلزمو يخرص السيد معتاك ينفهم قرارات ملزمة ما عنديش التفاصيل ولكن نتصور إنه معناتها يا إما يصير اتفاق على إنه يخلصو مازال موجود هو السيد مازال موجود على حد علمي مازال موجود معتا معاش تلاثة أربعة سنين نجايين ما عارش كي من عام تسعة وثمانين نتا وما عارش يدنسي هو اللي معانتها اللي نعرفه واللي المتابعين الملف يقولوه يقولوا إنه الحكم بمسئولية الدولة ما عادش المحكمة مش قولش يلي عنده الحق هي توا في تقييم التعويض قداش بيش تكون قيمته كان ما عنديش الدولة بيش تخلص وشنو يعقل على الشعب ما عادش ينجم يعقل على ممتلكات للدولة توسية البرة ولا عارش مع التفاصيل هذه يسأل عليها رجال القانون ما عنديش بضبط وضح يعطيك صحة إيد بركة الله